السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا وسيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء السابع من الشهر السادس من عام أربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا المجلس المبارك مجلسا تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله عز وجل الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه في هذا اليوم سنتناول بالتفسير والإيضاح والبيان تفسير آيات من سورة الواقعة من الآية السابعة والسبعين وهي قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين مناسبة هذه الآيات لما قبلها الآيات التي قبلها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه إذا جاء القسم فلا بد فيه من مقسم وهو هنا الله عز وجل وأدات القسم والمقسم به والمقسم عليه هذه أربعة أركان للقسم في القرآن العظيم ذكرنا في الدرس الماضي أدات القسم والمقسم سبحانه وتعالى وأيضا المقسم به وهي مواقع النجوم في هذا اللقاء نتحدث عن جواب القسم والمقسم عليه وهو قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم كان القسم بمواقع النجوم مساقطها ومغاربها ومنازلها وإن هذا القسم قسم عظيم لكن كثيرا من الناس لا يعلمون أتى الآن في هذه الآيات يقرر جواب القسم المقسم عليه ودائما إذا جاء القسم والمقسم به والمقسم عليه فإن ذلك دليل على عظمة هذا القسم ومكانته ومنزلته لا سيما والمقسم به هو العظيم جل جلاله وهو الله تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم لما أقسم بمواقع النجوم وبين عظمة هذا القسم على ماذا المقسم عليه ما هو جواب القسم ما هو تأكيد كرامة هذا القرآن العظيم إنه لقرآن كريم لما ذكر سبحانه المقسم به ناسب أن يذكر هنا المقسم عليه وهو القرآن الكريم إنه تلاحظ إن أدا التوكيد وأيضا أكدت بالها المراد والمعنى أن هذا الكتاب المنزل عليك يا محمد والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم لأن المقام مقام تشريع وإصداء هذه النعمة العظيمة على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لقرآن لاحظ أدوات التأكيد تكثر إنه لا قرآن ممكن أن يقال إنه قرآن لكن تأتي أدوات التأكيد للفت نظر المخاطب والقارئ لهذا الكتاب العظيم مكانة هذا القسم ومنزلة هذا المقسم به وأنه يجب أن يكون محل التكريم إنه لقرآن القرآن القرآن مصدر مصدر من قراء يقرأ قراءة وقرآن والقرآن في اللغة بمعنى الضم والجمع قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيعنا لقرآن والقرآن هو هنا هو المصحف الذي بين أيدينا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المعجز المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس هذا هو معنى القرآن على كلام للمفسرين سيأتي كتاب قرآن يقرأ كتاب يقرأه الناس مكتوب مكتوب ليقرأ مكتوب في السطور ومنقوش في الصدور وكل ذلك لمكانته ومنزلته وأهميته بين سبحانه وتعالى صفة عظيمة لهذا الكتاب وهي صفة الكرم إنه لقرآن كريم فما المراد بقوله سبحانه كريم الكريم هنا أي الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وأعزه ورفع قدره ومنزلته على جميع الكتب هناك كتب أنزلت قبل هذا القرآن القرآن كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور وكذلك أيضا صحف إبراهيم وموسى كلها على أنها كتب كريمة إلا أن هذا الكتاب أكرمها وهو ناسخها فليس هناك كتب الآن إلا هذا القرآن العظيم وهذا من أوجه تكريمه وحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا معنى المعنى الثاني أن الله كرمه أن يكون سحرا أو شعرا أو كهانة كما كان الكفار ينعتون هذا القرآن بأنه سحر أو بأنه شعر أو بأنه كهانة ويتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون وحاشاه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن الله هذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب الكريم المعنى الثالث أن الله أكرمه فكان لفظه تكلم به الله سبحانه وتعالى حقيقة ومباشرة ليس مخلوقا وإنما منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهذا من أوجه التكريم أنه جاء باللغة العربية بلغة أهل الجنة فلم يكن باللغات الأخرى الأعجمية وهذا دليل على تكريمه وأيضا هو بمنزل التكريم اللغة العربية التي أنزل فيها هذا القرآن رابعا من معاني كونه كريما إنه لقرآن كريم أي كريم في دلالته على مكارم الأخلاق الكتاب العزيز القرآن الكريم جاءت دلالاته على مكارم الأخلاق وأهم مكارم الأخلاق التوحيد والإيمان بالله عز وجل لأنه تمام الخلق والأدب مع الله عز وجل فالله يخلق ويرزق فلا يعبد غيره وإنما المعبود في حق هو سبحانه وتعالى فمعنى كرامة القرآن أنه دال على مكارم الأخلاق فيه العقيدة والإيمان العبادات التي تزكو بها النفوس فيها الأخلاق الصدق الأمانة الكرم المعاني السامية والشمائل العظيمة والأخلاق القويمة كما قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظي ومعالي الأمور وشريف الأفعال المعنى الخامس من معنى أنه كريم أن يكرم حافظه وتاليه وقارئه يكرمه في هذه الدنيا برفعة المنزلة إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يكرمه في الآخرة في الجنة حينما يرقى ويرتقي في جنان رب العالمين ودرجاتها اقرأ وارتقي وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يكرم حافظه ويعظم قارئه ومن المعاني سادسا في قوله كريم أي كثير الخير كثير الخير والنفع لقارئه لاجتماله على أصول العلوم المهمة في المعاشي والمعاد على أن يستعار الكرم هنا على أنه الكرم المعنوي الكرم المعنوي وأيضا الكرم الحسي لكن المتبادر هنا الكرم المعنوي في المنزلة في المقام في الدرجة لمن يقوم به من أيضا التكريم من ذوي العقول إلى غيرهم قال الإمام الأزهري رحمه الله في معنى إنه لقرآن كريم قال في هذا المعنى الكريم الكريم اسم جامع اسم جامع لما يحمد اسم جامع لما يحمد فالقرآن الكريم قد اجتمل على جميع أنواع المحامد والتكريم لقارئه وصاحبه ونفعه في الدنيا والآخرة والقرآن الكريم يحمد هو لأنه كتاب الهدى قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هدى وبشرى للمسلمين ولما فيه من البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولما فيه من العلوم والحكمة القرآن الكريم هو كتاب العلوم النافعة كلها في الدنيا والآخرة وأفضل العلم العلم بالله وبكتابه والعلم بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته والعلم بما يقرب العبد إلى الله أما إذا كان العلم لا يقرب العبد إلى الله فإنه لا يكون علما نافع ولهذا جاء العلم في القرآن وبالسنة بتقييده بالنافع لأن الكفار منهم من يكون عالما لكن لا ينفعه علم ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من العلم الذي لا ينفع والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا خير فيها البتة أو أن فيه خيرا في الدنيا قد يستجلب الإنسان فيه نفعا دنيويا وأمورا مادية أو شهادات أو نحوها لكنه في الآخرة لا ينفع والعياذ بالله وإنما الذي ينفع هو علم القرآن وعلم السنة وعلم ما يقربك إلى فهم الكتاب والسنة من علوم الآلة وأيضا العلوم الأصيلة ثم العلوم الدنيوية نفعها بحسب نية صاحبها إذا استصحب النية الطيبة الصالحة فالطبيب يستشعر نية أن يفيد في علمه في الطب ليداوي الناس فهذا باب عظيم من أبواب النفعي والخير وهكذا المهندس وهكذا في العلوم الأخرى فلابد من استصحاب النية الصالحة إنما الأعمال بالنيات من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهكذا في التأكيد على أن يكون المراد الآخرة وإذا كان المراد الدنيا والآخرة فذلك خير على خير هذا معاني ما ذكره المفسرون رحمه الله رحمهم الله في معنى قوله إنه لقرآن كريم وقد ألفين أبوابا من كرم هذا القرآن على صاحبه وعلى قارئه وعلى تاليه في الدنيا والآخر وأيضا المهم التدبر والعمل به وتطبيق أحكامه وأيضا التخلق بأخلاقه فلا يكفي قراءة القرآن بالحروف فقط ولكن لا بد من إقامة الحروف والحدود ليتحقق لقارئه كرم هذا القرآن الكريم وهو أيضا كرم الكريم الأكرم سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن ثم قال سبحانه بعد قوله إنه لقرآن كريم قال في كتاب مكنون في هنا للظرفية وأن هذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه في كتاب مكنون الكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط إنه أيه في لوح محفوظ في لوح محفوظ فالقرآن يفسر بعضه بعضا في قوله إنه لقرآن كريم الظاهر أنه هو هذا القرآن ولما قال في كتاب مكنون الإشارة إلى أنه اللوح المحفوظ ما معنى مكنون إذا قيل إن الشيء مكنون يعني مصون محافظ عليه تقول مثلا في المرأة جوهرة مكنون وتقول في السيف مثلا في الكنانة فالكنانة والمكنون كله من ظروف حفظ الشيء وصيانته مصون من ماذا مصون من عبث العابثين مصون من التحريف والتأويل والتبديل والتغيير ومهما حاول الناس بالذات مدعو النبوة أن يغير وأن يبدل وأن يحرف فهم محجوجون ببلاغة القرآن وببيانه وأنه لا يمكن أن يكون كلام الله ككلام خلقه وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب من الذي يصونه يصونه الله ثم الملائكة الملائكة المقربون يصونون اللوحة المحفوظ بأمر الله بحيث لا يطلع عليه سواهم أو من يريد الله إبلاغه بالوحي ولهذا كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا والقرآن في إنزاله على مرحلتين الإنزال في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم الإنزال الآخر الإنزال المنجم يعني المجزأ على حسب الآيات والمواقف والمواقع نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الحكمة لماذا لماذا لم ينزل جملة واحدة كما نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال تعالى لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل فلو نزل جملة واحدة لربما فات شيء على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وكان ينزل القرآن على حسب الوقائع ولهذا سميت أسباب النزول نزل شيء في المدينة ونزل شيء في مكة وأكثر ما نزل أيضا في التشريع في المكة في مكة الاعتقاد وأصول الاعتقاد وأصول الدين ومكارم الأخلاق وفي المدينة أيضا فروع الشريعة وما يتطلبه الأمر من العبادات والتفاصيل والمعاملات والأخلاق والجنايات وأحكام الزواج والطلاق والقصاص وما إلى ذلك من الأمور التي هي من الأصول لكنها ليست كأصول الدين ويسميها العلماء أنها فروع الشريعة نعم هذا معنى كونه مصونا مصونا من الملائكة لا يطلع عليه سواهم وأيضا مصونا من الشياطين لأن من الشياطين من يسترقون السماء فتنزل عليهم الرجوم من السماء وهي النجوم أن الرجوم من النجوم ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير هذا المعنى الأول في قوله مكنون المعنى الثاني مكنون أي محفوظ من الباطل والعبث محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور وقد تكفل الله بحفظه لم يكن حفظه إلى غيره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاثظون وإن كان هذا قد يكون بتهيئة الله عز وجل من يسهم في حفظ القرآن فمثلا الملائكة الذين يوفقوا لطبع القرآن ونشره الذين يوفقوا لتعليم القرآن والإجازات بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام نوع من حفظه حتى لا يطاله العبث ولا يناله التغيير بأي وجه من الوجوه وذهب عكرمة أن المراد بالكتاب المكنون هنا التوراة والإنجيل لأن فيهما ذكر القرآن وذكر محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل فيه القرآن النبي عليه الصلاة والسلام موجود اسمه وكتابه في القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ولهذا أكبر رد على اليهود والنصارى في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنه مذكور في كتابكم فعدم إيمانكم بالقرآن عدم إيمان بكتابكم وهذا غاية الحج عليهم وأيضا بشر به موسى بل تمنى موسى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر في التوراة أن اسم محمد ماد ماد كما ذكر في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هذا كلام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ولهذا من أكبر الحجج على النصارى أن محمد عليه الصلاة والسلام وكتابه مذكور في الإنجيل فعدم إيمانكم بمحمد عدم إيمان بعيسى وتكذيب لعيسى وعدم إيمانكم بالقرآن عدم إيمان لكم بالإنجيل وهذه من الحجج الدامغة وقد كانت كبيرا سببا كبيرا في رجوع كثير من اليهود والنصارى إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عكرمة القرآن المكنون هنا التورة لأن فيه قبل لأن فيه ذكر القرآن وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهما قبل القرآن وقد وقد أيضا كان ذلك في وقت التوراة والإنجيل محفوظة محفوظة بنبي الله موسى وبنبي الله عيسى أما بعدهما فقد دخلهما التغيير إلى وقتنا هذا السد رحمه الله من علماء التفسير قال المراد بالكتاب المكنون هو الزبور الزبور أحد الكتب المنزلة على من من الأنبياء على داود وآتينا داود زبور وقال مجاهد وقتاد أن المراد به المصحف الموجود بين أيدينا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أيضا هذا الكتاب هو القرآن الكريم فيكون المعنى مؤكدا بكونه قرآن كريم وبكونه في كتاب مكنون وحاصل كلام المفسرين المعنيان المشهوران أنه اللوح المحفوظ أو المصحف القرآن الذي بين أيدينا وش يترتب عليه ماذا يترتب على هذا الخلاف يأتي ما يترتب على الخلاف في الآية بعد ذلك لا يمسه إلا المطهرون من هم المطهرون على القول بأنه اللوح المحفوظ ومن هم المطهرون على القول بأنه القرآن الكريم هذا ما ذكره المفسرون رحمهم الله أولاً قوله لا يمسه إلا المطهرون اللام هنا هل هي للنفي أو للنهي بنفيه أن يمسه غير المطهرون نفياً أو أنه نهي أن يمسه غير المتطهر مثلاً إما الطهارة المعنوية كطهارة الملائكة أو الطهارة الحسية كالطهارة من الحدث هذا كلام سيأتي فيما ذكره المفسرون رحمهم الله أولاً الجملة لا يمسه إلا المطهرون نعت صفة صفة لماذا صفة لكتاب ودائماً الصفة تعود إلى أقرب موصوف فجاء عندنا قبل إنه لقرآن كريم ثم جاء بعدها في كتاب مكنون ثم جاءت الصفة لا يمسه إلا المطهرون فتعود هذه الصفة للكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ فيكون المراد بالمطهرون هنا الملائكة الملائكة المنزهون من ما يقع فيه الإنسان مثلاً من حمل النجاسة وما إلى ذلك من الأمور الملائكة خلقوا من نور خلقوا من نور وأيضاً ليسوا كالناس في حاجتهم للطعام أو حاجتهم للقضاء الحاجة أو حاجتهم للشراب وأيضاً هم في طهارة معنوية لا يعرفون إلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يسبحون بحمد ربهم هؤلاء الملائكة فناسب هنا أن يذكر هذه الصفة للكتاب وأن المراد بالمطهرين هنا الملائكة المعنى الثاني أنه صفة للقرآن لا يمسه إلا المطهرون بمعنى لا يجوز أن يمسه إلا من كان على طهارة والطهارة من الحدث الأكبر طهارة الكبرى كالحدث كالطهارة من الجنابة أو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة أو الحدث الأصغر الحدث الأصغر كذلك مما يخرج من السبيلين أو الريح كل ذلك ينبغي للمسلم وهو يقرأ القرآن أن يتطهر لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الأحداث مطلقة فيكون نفي بمعنى النهي لا يمسه أي لا يجوز أن يمسه ولا ينبغي أن يمسه إلا من كان على طهارة من الأنجاس والأدناس والأحداث الأكبر والأصغر كالجنابة ونحوهما على سياق قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه اللام هنا لا يظلمه أي لا يجوز أن يظلمه فهي نفي بمعنى النهي مثل لا يمسه إلا المطهرون لا يظلمه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله أي لا ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه إلى من يظلمه فالمراد من القرآن هنا المصحف المصحف الذي بين أيدينا طيب لما سماه قرآنا وكتابا ومكنونا أيضا هذا تأكيد للمعاني وقال بعض المفسرين سماه قرآنا على قرب الجوار والاتساع لأنه قارب الكتاب المكنون في اللفظ وفي السياق فناسب أن يذكر ذلك ويسميه بأنه قرآن كما رؤي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو المراد بالقرآن ما هو المصحف على هذا السياق وعلى هذا النص النبو فيجوز أن يسمى المصحف قرآنا ويجوز أن يسمى كتابا ويجوز أن يسمى القرآن مصحفا والقرآن يسمى كتابا وقد ورد في ذلك النصوص الدالة على ذلك فيه مسألة فقهية هنا مهمة ما حكم مس المصحف للمحدث اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قوله القول الأول القول الأول أنه يجوز أن يمس المحدث القرآن الكريم يجوز لماذا؟ قالوا دليلنا هذه الآية وأن المراد بالقرآن هنا اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرين المطهرون الملائكة الملائكة فالسياق أصلا ليس لهذا القرآن ولا لأتباع هذا القرآن وإنما السياق لللوح المحفوظ والمراد به الملائكة فيجوز أن يمس المصحف المحدث خاصة الذي عليه حدث أصغر ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه ليس في هذه الآية دليل على تحريم مس المصحف من أين أخذنا إذن تحريم أنه لابد أن يتطهر المحدث قالوا جدلت عليه السنة في حديث عمر بن حزم الذي أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح وأهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لأهل اليمن لعمر بن حزم قال فيه لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس المصحف إلا طاهر نعم فهذا فيه دلالة على القول الثاني وهو أن المراد هنا المراد بالمتطهرين المتوضئون الذين لم يقع منهم حدث أصغر ولا أكبر والمراد بالمتطهرين هنا قلنا المتوضئين أو المغتسلين وليس المراد وليس المراد به الملائكة وليس المراد بالكتاب والقرآن هنا اللوح المحفوظ وإنما المراد به القرآن وقد استدل بعض أهل العلم بدلالة الإشارة لا بدلالة بالدلالة الصريحة على أنه أيضا يجب أن يتوض المسلم عند تطهره أو عند إرادته قراءة القرآن الكريم بأن يكون على طهارة قالوا لما كانت الملائكة متسمة بالطهارة الحسية والمعنوية وهذا القرآن أيضا أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وخطب به المؤمنون وجاء به لا يمسه إلا المطهرون ففيه دلالة بالإشارة على وجوب الطهارة على كل حال المسألة خلافية والأولى والراجح تعظيما لكتاب الله ألا يقرأه إلا طاهر والمراد متطهر من الأحداث يعني متوضع وإذا كان عليه حدث أكبر فالأمر ألزم وعليه الاغتسال ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل يقرأ الجنب شيئا من القرآن قال ولا آية لأن الجنب يستطيع يغتسل في الحال فيقرأ القرآن وهذا كلام ربنا بين أيدينا فمن حقه علينا تعظيم تعظيم ولا أن لا يكون القرآن كأي كتاب وإذا كان الأمر في الحدث الأكبر فإنه واجب أما الحدث الأصغر فقد يعني رخص فيه بعض أهل العلم إشارة إلى أن المراد بالآية الملائكة وأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ وأن حديث عمر بن حزم أيضا فيه ضعف ويدل عليه أيضا حديث أبو هريرة إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس المؤمن في إيمانه في طهارته بعقيدته على خير وعلى طهارة دائمة حسية ومعنوية طيب الذين قالوا إن المراد به المصحف ماذا يردون على أدلة القائلين بأن المراد به اللوح المحفوظ رد عليهم من وجهي الوجه الأول قالوا إن هذه الآية يعني دلالة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الآية هنا مكية الآية هنا مكية والقرآن المكي لا ينزل فيه إلا الأصول وهل مسألة مس المصحف من المحدث من الأصول ولا من الفروع من الفروع فدل على أن المراد بالآية هنا اللوح المحفوظ وليس المراد به القرآن ومن أدلتهم أيضا الوجه الثاني في الاعتراض على أدلة من قال إن المراد به اللوح المحفوظ إن المراد به القرآن قالوا الآية خبر الآية جاءت في سياق الخبر لا يمسه لا يمسه واللام هنا تأتي بمعنى النفي وقد قرأ في قراءة ما يمسه إلا المطهرون بالميم النافية فدل على أن المراد به الخبر والخبر يراد به النفي بينما الأمر والنهي يراد به الإنشاء وليس الخبر وهذا مما يرجح أن القول أن المراد بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ وأن المطهرون هنا هم الملائكة والله تعالى أعلم المعنى الإجمالي لهذه الآيات في بيان القسم والمقسم به في مواقع النجوم وتأكيد القسم وعظمته وأن جواب القسم والمقسم عليه هو كرم هذا القرآن وكرم هذا الكتاب وهذا يدل على أهميته وعظمته ووجوب الانتفاع به وأيضا إنه لقرآن كريم مكانة القرآن عزيز مكرم مستقر في كتاب مكنون مصون مستور عند الله تبارك وتعالى أي في لوح محفوظ لا يناله الشيطان ولا الشياطين التي تسترق السمع بسوء لا يمسه أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون الملائكة وهذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه ما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ودائما إذا أتتك في القرآن أقوال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه فالزمها لأنها في الغالب أرجح من غيرها لأنه هو أعلم الصحابة بالقرآن العظيم وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا قول عدد من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه ومن التابعين سعيد بن جبير وأب العالية وقتادة وابن زيد أي لا يمس المصحف إلا المطهرون من الملائكة المطهرون من الشرك لا يمكن أهل الشرك من قراءته ولهذا لا يسافر بالقرآن لأرض العدو قال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به أو لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث وكأن الفراء هنا يرجح القول الآخر في أن المراد بالكتاب القرآن وقال الحسين بن الفضل المراد أنه لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق وقرأ ابن مسعود في قراءة شاذة ما يمسه إلا المطهرون المطهرون فيها أربع قراءات المطهرون بتشديد الطاء المطاء بتشديد الهاء تخفيف الطاء وتشديد الهاء المفتوحة اسم مفعول لا يمسه إلا المطهرون وهي قراءة الجمهور القراءة الثانية لا يمسه إلا المطهرون المطهرون مخففة من أطهر اسم مفعول وهذه القراءة رويت عن نافع وأبي عمر المطهرون القراءة الثالثة قرأها سلمان الفارسي المطهرون لا يمسه إلا المطهرون بتخفيف الطاء وشد تشديد الهاء مع الكسر اسم فاعل من طهر المضاعف أي المطهرون أنفسهم المطهرون والقراءة الرابعة قرأها الحسن وزيد بن علي وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء والهاء وكسر الهاء المطهرون المطهرون بمعنى المتطهرون أدغمت التاء في الطاء وقرأ لا يمسه إلا المتطهرون فهذه خمسة أوجه من أوجه القراءات التي ذكر أهال العلم وأرجحها قراءة الجمهور لا يمسه إلا المطهرون بتخفيف الطاء وتشديد الهاء والله تعالى أعلم تنزيل من رب العالمين فيها قراءتان إما بالرفع على أنه صفة إنه لقرآن كريم في كتاب مكرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إذن هذا بالرفع على أنه صفة ثالثة الصفة الأولى قرآن كريم الثانية لا يمسه إلا المطهرون الثالثة تنزيل من رب العالمين أو أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا القرآن تنزيل من رب العالمين هذه قراءة الجمهور وقرئ بالنصب لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين والمراد به هنا أن نصب على الحالية أي أن القرآن على الحال التي ينزل عليها أو على المصدرية بالفعل المحذوف أي نزل تنزيلا من رب العالمين أي إن هذا القرآن نزل منجما من عند رب العالمين بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة لأن صيغة التفعيل تدل على التكرير تنزيل تنزيل مو مرة وحدة تنزيل دائم وهذا دليل على أنه أيضا نزل من اللوح المحفوظ منجما فليس بالسحر ولا بالكهانة ولا بالشعر بل هو الحق الذي لا مراء فيه وليس وراءه شيء وليس وراءه شيء نافع إذا كان يعني ليس بعده شيء ينفع إذا لم ينفع القرآن العظيم هذا ما تيسر ذكره في التفسير في حديث الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لازلنا في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث التغليس في صلاة الفجر والشاهد كان النساء يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس ذكرنا الجمع بين هذا وبين حديث عمرة وحديث عائشة الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة لو كان يعلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن لمنعهن وقلنا إن المراد أو الراجح حديث عائشة الذي هو فيه الصحيحين وهو أيضا بالمرفوع المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى من الأثر الموقوف على عائشة رضي الله عنها أيضا دل على أن أحوال الناس تتغير فيجوز للإمام مثلا أو للولي أن يمنع امرأته إذا لم تلتزم بالضوابط الشرعية أو إذا خشي عليها الفتنة ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عن ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفناه حتى تغيرت قلوبنا فينبغي للمسلم أن يحرص على السنة وأن يحرص على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والمرأة تحرص على ما كانت تفعله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن مسألة قد يشكل هذا الحديث حديث عائشة وأن النساء يخرجن متلفعات بمروطهم لا يعرفهن أحد من الغلس هنا لا يعرفهن أحد من الغلس وفي حديث آخر عند أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة حين يعرف الرجل جليسة حديث عائشة لا يعرفهن أحد نفي المعرفة وحديث أبي برزة يعرف الرجل جليسة فكيف التوفيق بينهما الجواب أنه لا معارضة بين حديث أبي برزة وحديث عائشة فحديث أبي برزة حديث أبي برزة يدل على الإسفار أحيانا لأنه قال ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة والرجل الجليس هو القريب منك قطعا ستعرف جليسك والمجاور لك في الصلاة بينما حديث عائشة في البعيد النساء يخرجن لا يعرفهن أحد من الغلس لبعدهن أو لوجود ظلمة الليل فحديث أبي برزة برزة في القريب الجليس ولهذا قال حين يعرف الرجل جليسة وأينما حديث عائشة في البعيد ترى نساء من بعيد لا تعرف هذه عائشة ولا خديجة ولا حفصة فهذا في البعيد الذي تقول في عائشة كن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس هذا وجه الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين كما أن فيه حديثا على أن حديث عائشة على التغليس وحديث أبي برزة الأسلمي على الإسفار أحيانا مسألة تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس ويش يدل عليه يدل على أن النساء يبادرن في الخروج من المسجد وأنهن لازلن يخرجن بالغلس على أنهن يخرجن قبل الرجال شوف كيف حصانة الإسلام والشريعة والقرآن والسنة للمرأة يأيتها المرأة التي تصلي في المسجد أخرجي مباشرة قبل أن يزاحمك الرجال وهذا دليل من حديث عائشة على مبادرة خروجهن قبل الرجال عند تمام الصلاة وأن في هذا فوائد من الفوائد اغتنام ظلمة الليل هل الأفضل المرأة هل تخرج بالليل ولا بالنهار تخرج بالليل بالليل للصلاة حتى لا يعرفها أحد إما ظلمة العشاء أو ظلمة الفجر من الغلس والفائدة الثانية أنهن يسلمن من مزاحمة الرجال فإذا بادرن بالخروج يسلمن من مزاحمة الرجال والاختلاط بهم عند الأبواب وفي الطرقات والممرات وفي المسجد الفائدة الثالثة أن المرأة التي تخرج مبادرة من المسجد دليل على اهتمامها ببيتها دليل على اهتمامها بزوجها دليل على اهتمامها بأسرتها أما التي تجلس المسجد ولا تبادر بالخروج وتتأخر قد تقصر في حق زوجها فقد يسبقها زوجها يريد العشاء مثلا أو يريد الإفطار أو يريد الراحة فأين هي إنها في المسجد ولهذا كانت الصحابيات إذا شهدنا الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجنا مبادرات لاهتمامهن ببعولتهم وبأزواجهن وببيوتهن وبأسرهن وفعل ما يلزم فعله لأمور دنياهن ووجه الدلالة أن هذا الحديث الذي عند البخاري ومسلم جاء بلفظ فينصرف النساء متلفعات بمروطهن قال أبو الوليد الباجي القاضي من المالكية والذي يقتضيه عندي ظاهر اللفظ اتصال خروجهم بانقضاء الصلاة لقولها فينصرف النساء فينصرف النساء الفاء في اللغة تأتي للترتيب يسلم فينصرف النساء للترتيب يعني مباشرة وللتعقيب أي عقيب السلام وهذا دليل على أنه مباشرة وأن السنة للمرأة أن تبادر بعد أن تؤدي الصلاة إلى أن تخرج من المسجد واستدل به البخاري رحمه الله على سرعة انصراف النساء من الصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى الإسفار فيعرفها الرجال فناسب الإسراع بخلاف العشاء فلو تأخرت قليلا لأنها لا تزال في ظلمه وهي مأمونة من أن يعرفها الرجال فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكثو ومن مسائل هذا الحديث أنه من عادة النساء في عهد النبوة وفي عهد القرون المفضلة أنه إذا شهدنا الصلاة في المسجد أنهن ينصرفن قبل الرجال فنحن نقول أيضا في المساجد وفي الحرمين يا أيها الرجال أتيح الفرصة للنساء يخرجن قبلكم ويا أيها النساء بادرن بالخروج بعد الصلاة مباشرة فهذا هو الأفضل في حقكم في حقكنا روى الزهري من حديث هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال والكلام للزهري نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال أخرجه البخاري بل بوب البخاري في صحيحه على إحدى روايات هذا الحديث قال باب سرعة صراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد ومن المسائل أنه لا ينبغي للمرأة أن تمكث في المسجد لي غير حاجة وإن ذهابها إلى بيتها أفضل بعد أن تصلي فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها تقول عائشة متلفعات بمروطهن يخرجن ينصرفن يذهبن إلى بيوتهن متلفعات لا يعرفهن أحد من الغلس وأن لا تخرج منه إلا لمصلحة شرعية وإذا انتهت مصلحتها إما في المسجد أو في السوق فعليها أن تسرع المبادرة إلى بيتها لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان والعياذ بالله وشياطين الإنس والجن في زمن المغريات والشهوات والهواتف المحمولة والتصوير كثيرة فينبغي للمسلم والمسلمة أن يحتاط لدينه وأن يحتاط لعرضه نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه جواد كريم نسأله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يوفق أولاة أمرنا لكل خير إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة